اخبار غريبة وسريعة واهم خبر في هذه الحلقة والاخبار هو جاتني هدية ايفون 15 حاجة يعني يا حلوة ياولاد يا حلوة ياولاد فلاع مصر يبقى مع ايفون 15 يا سلام يا سلام فخليكم معنا لحد اخر الحلقة عشان نعرف مين صاحب الهدية اللي بنقول له وشكرا من البداية وعلشان نفتح ايفون 15 مع بعض عايزين نعرف الاخبار النهاردة فاحنا عشان نعرف الاخبار النهاردة اللي مشتعلة في كل مكان واهم حية اشتعلت فيها ان احنا جانا ايفون 15 عايزين نصلي على الحبيب ويلا بينا الانتخابات الرئاسية في مصر لاجنة الانتخابات الرئاسية في مصر النهاردة جالت خلاص حددت موعد الانتخابات خلاص يوم 10 ل12 خلص الكلام يعني من بكرة هتبصت لاجن الناس بتجدم في الانتخابات الرئاسية طبعا انا مش اجدم ما تعملوش عسابي ادي حاجة معروفة المهم ان الرئيس السيسي لسه ما اعلنش ترشحه لحد الوقت واللي معروف ان هو يترشح تنطاوي لحد الوقت احمد تنطاوي اللي هو ايه البرلمان السابق وبيقول الجميل اسماعيل هتترشح لكن لسه رسميا محدش قدم اوراق ترشحه وقبلة الاوراق من هنا البكرة اللي في الديست تطلعوا المغرفة يعني كده كده هنعرف اللي هيحصل خدت بالك ونتمنى التوفيق يا رب العالمين والف الف مبروك وربنا يتمن بخير نيجي للخبر الابرز خبر مهم جدا يعني اشتاح جميع وسائل التواصل في العالم كله وهي ان اوكرانيا اعلنت عن مقل قائد الاسطول الروسي بسبب الهجمة اللي عملتها اوكرانيا البارح عملتها بايه؟ عملتها اوكرانيا بسواريخ شادو البريطانية وقتل فيها قائد الاسطول الروسي اللي هو فيكتور سوكولوف مش عارف الحكاية دي بتاعت اوف 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 كلهم اوف النازلهم ميات فقتل سوكتور فيكتور سوكولوف اللي هو قائد الاسطول الروسي وقتل معاه 34 ضابط واصابة 105 اخرين وذلك في الهجوم اللي هي عملتها اوكرانيا البارح على الاسطول الروسي بالسواريخ شادو اللي خدتها من بريطانيا اضافة الى ذلك وصلت النهاردة اول دبابة ابرامز الامريكية اللي اداتها امريكا وجونا دي اسمها الدبابة الوحش بتطلق 11 الف طلقة تصور يعني حاجة رهيبة جدا واحنا كنا عملنا حلقة خاصة عليها لو حبيتوا ترجعوا لها وصلت النهاردة اوكرانيا اذا الحرب مشتعلة وسوف تزيد تشتعل نيجي للخبر اللي بعد كده الابرز برضو في وسائل التواصل في العالم كله وصول 4800 شخص من الارمن الى ارمينيا جنة ازربيجان عملت كده ايه يعني سكتم بكتم فجأة كده رحت ضربة اقليم كرباخ ورحت وغداء لان هو اقليم كرباخ جنة واجع فين واجع في كرش ازربيجان يعني هو اصلا في الاراضي الازربيجانية لكن اللي سكنين فيهم الارمن فجامت ضربة ازربيجان اقليم كرباخ واستعادته مرة تانية وراحت ايه احنا عارفين ان تركيا مع ازربيجان وقلنا ان تركيا ممكن تدخل حرب من اجل ازربيجان ليه لان تركيا يقول لك ايه الاطراك والازربيجان شعب واحد في دولتين مختلفتين فالنهاردة اردوغان بيتجابل مع رئيس ازربيجان ووصلت اول دفعة من النازحين في اقليم كرباخ الى ارمينيا هل ارمينيا هتسكت هل هيكون في حرب هل خرصت الموضوع على كده لسه محدش يعرف ايه اللي يحصل نيجي للنائب العام الليبي ليبيا النائب العام الليبي حبس تمانية تمن اشخاص التمن اشخاص اللهم ياتي بيشتغلوا في ادارة الموارد المائية والسدود واحال 16 اخرين للتحقيق ليه بسبب انهيار السدين اللي هم موجودين في درنا بسبب الكارثة اللي حصلت في درنا وبيقول لك انه كان فيه تحذيرات جبل كده للناس دي ياتي يا جي اولاد يا جي اولاد السدود دي ياتي هتنهار يعني حاولوا تعملوا لها اصلاح حاولوا تعملوا اي حاجة فيها فحصل نوع من الاهمال عشان كده النائب العام الليبي وكمان الصحف الاوروبية بتقول لك كان من الممكن ان تكون الخسائر اقل من ذلك بكثير ليه لان كان فيه تحذير لليبيا لان في لان الاعصار دانيال دوات العاصفة دانيال ضربت في اليونان جبل كده وضربت في الشواطئ اوروبية فجلك هتضرب في هذه الشواطئ فكان فيه تحذير كان ممكن يخلو مثلا مدينة درنا دي ياتي كاملة او السدود دي ياتي كانوا يعملوا لها اعادة صيانة واعادة ترميم ده ما حصلش ولذلك النائب العام احل حبس 8 واحل 16 للتحقيق اليهود النهاردة هتعرف حاجة غريبة جدا اليهود اقتحموا المسجد الاقصى تمام اقتحموا المسجد الاقصى لان هم عندهم عيد اللي هو عيد الغفران عيد كيبور اسمه كده باليهودية عيد كيبور وعيد الغفران ده لو تفتكروا اللي جامد فيه الحرب بتاع 73 اللي اختاروا الرئيس السادات بالتحديد جلك لان اليهود هيكونوا مشغولين وكده فاحنا لازم ايه نضرب ضربتنا خدت بالك ايه اضرب وجري عيد الغفران عيد الغفران ده طب اليهود بيستغفروا من ايه يعني اليهود عايزين ايه اللي يغفر ليهم لان في عيد الغفران ده اليهود بيصوموا 26 يوم متتالية وبعد كده بيعملوا احتفالات رهيبة جدا طب اليهود عايزين ايه اللي يتغفر ليهم يا بوي يتغفر ليهم كتير جو لكن اهم خطيئة بقى هما اليهود العيد ده يعني عيد ايه بالزبط يعني سيدنا موسى لما جلهم انا هروح اخد الطورة وراح سيدنا موسى في اربعين يوم فرجع لي جيهم ايه عبدوا العجل العجل اللي عملوا مين اللي عملوا السامري اللي لم تذهبوا الحلية وبتاهم مش عارفوا عملهم عجل والعجل دهواتي خليها من الدخل من الدخل فاضي فتدخل الريح كده واتي تعمل صوت فجلك هذا هو الاله بتاعهم فلما رجع موسى لجيهم بيعبدوا العجل فهم بقى ايه يعيش من امتى بقى بيستغفروا ربنا على هذا عيد الغفران ده اللي هو عيد يطلبون الغفران والمغفرة من الله على عبادتهم للعجل هذه هي القصة بتاعت عيد كيبر وفاة زعيم المافيا زعيم المافيا الايطالية اسمه ماتيو ميسينا دينارو ماتيو ميسينا دينارو ده كان راجل ايه كان راجل تعلب كان راجل مدوخ ام الكوكب ودي له 30 سنة هارب ومحدش جدر يمسكه فمسكوه ودخل السجن فدخل السجن عنده مات بالسرطان وانتهت هذه الاسطورة اللي هي كانت مرعبة لعالم كله سد النهضة مباحثات بتاعت سد النهضة يا جماعة طلعت فانكوش برضو لان ما وصلتش لأي ما فيش اي تقدم فيها فيه تعنت كبير جدا من اسيوبيا بدليل ان هي اسيوبيا راحت عملت الملء الرابع للسد من غير مشاورات مع مصر وده ضد الاتفاقية اللي عملها مصر والسودان مع اسيوبيا واسيوبيا تتزرح تقولك مصر بتجيب لنا اتفاقيات من ايام الحقبة الاستعمارية خلي بالك فيعني اسيوبيا تتعنت في موضوع سد النهضة وانتهت المباحثات دون الوصول الى اي اي حية جديدة طيب نيجي بقى شوية اخبار فنية كده ايه ست ياسمين صبري بتقولك انا شبه جورجينيا جورجينيا اللي هي ايه صديقة رونالدو علشان الناس بتشبهني بيها وبتاعه رايحة وجاية والكلام ده كله وقصة وحكاية ورواية واحنا ايه عارفين القصة دي بالنسبة للزعيم بقى عادل امام عادل امام يا جماعة قديله ثلاث سنين مختفي من ساعة مسلسل بتاع فالنتينو فاطلعت اشاعات كل يوم تطلع اشاعة مرة يقولك الزعيم عادل امام مات وهو الراجل ما ماتش ولا حاجة ومرة تانية يقولك لا ده الزعيم عادل امام جاله زهايمر وولاده مش عايزين يخلوه مش عارف ايه وبتاعه الكلام ده كله وطلع الكلام ده كله ليس له اي اساس من الصحة ان عادل امام يعني الراجل جاعت في البيت مع احفاده مش بيشتغل يعني ما عندوش مزاج يشتغل مستريح ابنه طلع رامي رامي امام المخرج جال لك ان ابويا زي الفل وعشرة على عشرة وجاعت في البيت وسطينا وتمام التمام والدنيا حلوة وما فيش اي مشاكل خالص واحنا بنطمن الجمهور بتاع عادل امام ده رامي هو اللي بيقول كده بيقولك احنا بنطمن جمهور عادل امام ان ابويا كويس وبخير والحمد لله كله تمام نجي لحدثة زي النهاردة حدث زي النهاردة سنة 1962 اعلان جمهورية الجزائر التي استقلت عن فرنسا واحتلتها فرنسا 132 سنة فاستقلت في مثل هذا اليوم ألف نبارك للاخوة الجزائريين بالعيد الوطني للجزائر في 2001 جاء حرب امريكا على افغانستان زي النهاردة يعني زي النهاردة في 2001 اعلنت امريكا الحرب على افغانستان عشان تكونوا عارفين ده بجا ايه الاحداث نيجي بجا لهذه ايه الهدية الجميلة اللي وصلتنا من يعني من شخص عزيز ومحترم جدا ارسل لنا ايفون 15 ايفون 15 يا جماعة النهاردة احنا نشوف ايفون 15 ده انا طبعا عمر في حياتي ممسكت ايفون نفتح كده نقول بسم الله 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 بشوقته خدت بالك تحس ان هو ابن ناس ومحترم وجميل جدا ومفوش اي مشاكل بس طبعا انا زعلان من اللي بعتلي الهدية ليه؟ لان انت بعتلي ايفون من غير الشاحن يرى يل فين الشاحن؟ طب جيبت ايفون يا اخي يا اخي جيب الساعة يا اخي جيب الساعة بتاعت ايفون بالمرة اه؟ جيب سماعات بالمرة يا اخي بادا ما ربنا اجدرك وجيبت ايفون هاهاهاها على العموم طبعا احتراما ليك وتشكرات ليك وكل حاجة حلوة ليك وطبعا جنان على طلبك ان انت قلت ايه؟ مش عايز ان احنا نقول اسمك لكن انا بقولك على الملأ كلمة واحدة بس هرد بيها على هذا الايفون 15 كلمة واحدة بس مش بورورم مش شغلتك ايه على المدفع يا عسكري بورورم لا هقولك كلمة واحدة بس وشكرا